صراع ابتدأ مبكرا بأذرع مختلفة أبرزها المال السياسي والسلاح المنفلت للتخلص من المرشحين المؤثرين حتى قبل أن تقرع طبول الحملات الانتخابية رسميا وهو ما يشي أن الانتخابات التشريعية المبكرة ربما ستكون الأقصى منذ عام 2003 وحتى الآن اللافت للنظر فيما يجري على الصحة العراقية هو التنافس السني السني الذي وصل حد التناحر والقتل تحت غطاء الديمقراطية في رسالة خطيرة تشير إلى ضرورة أن تحمي الدولة العملية الانتخابية وأصحاب الفكر والنشاط الجماهيري من السلاح المنفلت والمجميع الإرهابية سيما أن في بعض المناطق السنية يختلط السلاح المنفلت بسلاح مواز آخر هو السلاح المجميع الإرهابية صيف يزداد سخونة وينذر بالخطر ويزيد المخاوف من احتمالات تأجيل الانتخابات إلى موعدها عام 2022 وبينما تتصعد الدعوات المطالبة بالتأجيل يؤكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبدالحسين الهنداوي أنها مجرد اجتهادات فالموعد حدد والمفوضية مستمرة في عملها وبعيدا عن دعوات التأجيل أو التمديد لحكومة مصطفى الكاظمي يبقى خيار التشرينيين بمقاطعة الانتخابات على خلثية الخوف الذي أحدثته موجة اغتيالات طالت نشطاء ومرشحين شبابا وبرغم تلك الدعوات فلا يعتقد أنها ستقف أمام إجراء الاستحقاق الانتخابي بسبب سيطرة الأحزاب التقليدية على اللعبة السياسية من خلال الضغط وشراء الأصوات ويدفع هذا المناخ المتوتر إلى التشكيك في شفافية الانتخابات لسيما بعد تغريدة نشرها الكاتب والمحلل السياسي التي قال فيها أن الانتخابات لم تعود مهمة بالنسبة للمقاطعين لها قرارهم يتجه نحو مشروع معارضة متكاملا تمهيدا للثورة الحمراء